نظمت هيئة الكهرباء والماء برنامجا خاصا لموظفيها بمناسبة اليوم الرياضي لمملكة البحرين وشرك سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء وسعادة الشيخ نواف بن إبراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء وكبار المسؤولين وعدد من منتسبي الهيئة باليوم الرياضي البحريني الذي اجتمل على العديد من الفعاليات الرياضية المتميزة بالتعاون مع عدد من المستشفيات والمراكز الصحية وبهذه المناسبة قال سعادة الوزير أن الاحتفاء باليوم البحريني الرياضي لممارسة الأنشطة الرياضية يعزز مفهوم الرياضة للجميع وتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الفرد والمجتمع ومن جانب آخر أشار سعادة الرئيس التنفيذي إلى أن تخصيص نصف يوم عمل لممارسة النشاط الرياضي له تأثيرات إيجابية من جوانب عديدة فهي تسهم في زيادة الوعي بأهمية ممارسة النشاط الرياضي والثقافة الرياضية والصحية في حياة المواطنين ترجمة نانسي قنقر